بنبارك لفريق 2008 للمرة التانية أنه فريق فعلا يستحق التحية النهاردة أدو زي ما قلت لحضراتكم مباراة كبيرة وماشي ما شاء الله بخطة ثابتة من بداية انطلاق بطولة الجمهورية بمناسبة مباراة الأهلي والزمالك كان فيه من كم يوم مباراة لألفين وثلاثة وفاس فيها الزمالك اتنين واحد على الأهلي وإحنا على الهواء بنبارك لفريق الزمالك أنه قدر يفوز على الأهلي اتنين واحد لكن الغريب أني من وقتها لقيت الدنيا قامت ما عادتش وكأن يعني حصل حدث يعني من الحوادث العجيبة في كرة القاتل مع أن الطبيعي أن النادي الأهلي بيفوز على طول على الزمالك لا مش كلامي تعالوا كده نرجع للسنة اللي فاتت علشان نفكر الناس شوية الناس اللي قاعدت تهلل وقامت وما خليتش الدنيا تقعد بمجرد فوز الزمالك على الأهلي في مباراة الزمالك أحرز هدفين في أول عشر دايق وبعد كده تمانين دقيقة نادي الأهلي تسيد المباراة كاملا أهضر راكل الجزاء أهضر انفراضات كثيرة قدر في المباشر الثاني يحرز هدف ويقلص الأهداف النتيجة وكان ممكن يرجع مباراة كانت كبيرة لكن كان فيه سوى توفير لكن الغريب بقول لحضراتكم لقيت الدنيا قامت ما عادتش سواء في التعليق الرياضي سواء في البرامج الرياضية طب ما تيقى أفكر حضراتكم السنة اللي فاتت كانت لأرقام إيه والسنة دي برضو كانت لأرقام إيه زي ما احنا شايفين دي نتاج الأهلي والزمالك السنة اللي فاتت السنة الماضية الأهلي وجه الزمالك تواجه الفريقين 13 مباراة الأهلي فاز في 10 مباريات الزمالك فاز في ماتشين والتعادل كان في مباراة وحيدة شايفين النسبة قد إيه ده الموسم الماضي الأهلي فاز في 10 لقاءات على الزمالك مجموع اللقاءات الفريقين سواء السنة اللي فاتت كان فيها 2001 و2003 و2005 و2006 و2007 الأهلي في 13 مواجهة فاز على الزمالك 13 عشر مباريات نبص تاني نفكر الناس نفكر الناس بالمواجهات بالتفصيل مواجهات الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية موسم 20-22 20-20 الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية موليد 2001 قدر يفوز الأهلي 2001 الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية موليد 2003 ثلاثة فاز الاهلي واحد صفر وفي المباراة التانية خسر الاهلي واحد صفر وفي المباراة التالتة واجهوا بعض تلات مواجهات فاز الاهلي تلاتة واحد في دور الجمهورية الفين وخمسة فاز الاهلي واحد صفر ورجع في مباراة العودة في ميت عقبة ايضا فاز النادي الاهلي واحد صفر ده الفين وخمسة نكمل دور الجمهورية الفين وستة الاهلي فاز على الزمالك اتنين واحد والزمالك فاز على الاهلي في الجولة التانية واحد صف وقدر يفوز الاهلي في المرة التالتة خمسة اتنين على نادي الزمالك في دوري الفين وسبعة الاهلي فاز تلاتة واحد في ملاعب النشي مديد نص وفاز بنفس النتيجة في مئة عقبة تلاتة واحد في دوري الجمهورية موليد الفين وتمانية فاز الاهلي اتنين صفر في ملاعب النشي في مديد نص وكان التعادل اللي جاب واحد واحد في مئة عقبة هي دي اللقاءات ودي موجهات النادي الاهلي السنة دي بقى عشرين تلاتة وعشرين عشرين اربعة وعشرين الفريتين واجهوا بعد تلات مرات فاز الاهلي على الزمالك في دوري 2009-20 في دوري 2003 خسر الاهلي من الزمالك 2-1 وفي دوري الجمهورية النهاردة المباراة كانت مقامة اليوم فاز النادي الاهلي 3-2 هي دي النتائج احنا ما منجيبش حاجة من عندنا ما منجيبش حاجة من عندنا هي دي ارقام الموسم الماضي وارقام الموسم السنة دي ماتشين الاهلي فاز فيهم وموجهة لكن الغريب اللي هنا اللي تقدر يعني استشفناه او شفناه او لاحظناه بمجرد خسارة النادي الاهلي اللي مباراة قامت الدنيا ما عادتش وده كان غريب سمعناه في التعليق الرياضي وسمعناه في البرامج الرياضية وبدأ تسليط الضوء على لعبة الزمالك في موجهة لو شافوها الاهلي تسايدها 80 دقيقة من 90 دقيقة وكان النادي الاهلي ليه الافضلية علشان كده محتاجين يبقى فيه عدالة عدالة في الكلام ورسالتي هنا للكابتن علي محمد علي صراحة الكابتن علي محمد علي ما كنتش فهمه صراحة وهو بيعلق على مباراة الزمالك طرف فيها مع صور الغيني اكاديمية صور الغيني وبدأ